هذا وعقمت سفارة مملكة البحرين لدى اليابان حفل استقبال في العاصمة اليابانية توكيو بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وحضر الحفل سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية في اليابان وسعادة رئيسة مجلس الشيوخ الياباني وعدد من أبرز المسؤولين في الحكومة اليابانية وعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيون في اليابان ولفيف من رجال الأعمال والصحافة وأصدقاء مملكة البحرين والطلاب البحرينيون الدارسون في اليابان احتفالا بهذه المناسبة المجيدة وخلال حفل الاستقبال ألقى سعادة السفير أحمد الدوسري كلمة رفع فيها أسماءات التهاني والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفده وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد حفظهم الله منوها بما حققته المملكة من مكتسبات عبر الرؤى التنموية الشاملة التي يرعاها جلالة الملك المفده وأشهد سعادة السفير في كلمته بالعلاقات الثلائية التاريخية التي تربط مملكة البحرين واليابان مضيفا أن الصداقة بين البلدين قائمة منذ بدايتها على أسس القيم والمبادئ المشتركة مؤكدا على اعتزاز مملكة البحرين بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الثلائية المشتركة بين البلدين الصديقين في مختلف القطاعات المهمة سياسيا واقتصاديا وثقافيا واختتم السفير بتأكيده على حرص مملكة البحرين على استكشاف مزيد من فرص التعاون المثمر بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين وفي كلمته خلال الاحتفال أكد وزير الدولة للشعون الخارجية اليابانية سيد سوزوكي كيسوكي أهمية علاقة بلاده مع مملكة البحرين خاصة أنها أحد أقدم الموردين لمصادر الطاقة لليابان كما أشهد بزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء الأخيرة لليابان بمناسبة تنصيب الإمبراطور ناروهيتو إمبراطورا لليابان والتي تعكس مدى حرص القيادة البحرينية على تعزيز أطر الصداقة بين البلدين الصديقين مشيدا بقرار حكومة البحرين بشأن رفع الحظر عن المنتجات الغذائية اليابانية وهنأ الوزير البحرين بأعيادها الوطنية معتبرا حضوره احتفال سفارة المملكة في توكيو فرصة للاحتفاء بالإنجازات التي حققتها المملكة وإلقاء الضوء على العلاقة القوية بين البلدين الصديقين والتعاون النوعي بينهما في جميع المجالات ترجمة نانسي قنقر